السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنتم المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو اللي يصلكم كله جديد نتحدث في هذا الفيديو عن مقارنة بين صوتين CH SH يعني الحرفين CH سوية كيف ننفضهم ما هي حالة لفظهم ويكون عندنا الحالة الثانية SH كيف ننفضها في هذا الفيديو نقسم الفيديو إلى ثلاث أقسام القسم الأول حالات نطق CH القسم الثاني نتكلم عن لفظ SH والقسم الثالث نتكلم مقارنة بين لفظ CH و SH من خلال كلمات واللاحظ لو فضناها بصوت CH أو بصوت SH كيف يختلف المعنى تابع معايا نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات المهمة والمفيدة في النطق في اللغة الإنجليزية أول قسم في هذا الفيديو نتكلم عن نطق CH CH لها ثلاث أصوات نحن كما نعلم اسم الحرف C الحرف الثاني H لكن الحرفين سوية نسمي صوت يعني لو شفنا CH في الكلمة كيف ننفضها لدينا ثلاث أصوات لهذا أو لهذين الحرفين الحالة الأولى ننفضها CH لا نقول ش الحالة الثانية ننفضها K والحالة الثالثة ننفضها SHA بهذا الشكل ممكن شخص الآن وضعتنا فيه مطاب متى ألفضها CH متى ألفضها K متى ألفضها SHA ليس هناك قاعدة أساسية في هذا اللفظ لكن نضع في الحسبان ممكن نسبة كبيرة 90% ننفضها CH بهذا الطريقة كلمات قليلة ننفضها K أو ننفضها SHA يعني ممكن نحفظ الكلمات التي تنفض K أو SHA لكن نضع في الحسبان في الدرجة الأولى عندما يمر لدينا حرفين CH نتوقع لفظهم CH بهذا الشكل ليست SHA خفيفة CH كأن عدنا T مع SHA المجموعة الأولى CHOOSE لاحظ CHOOSE عندنا CH ننفضها CH لا نقول CHOOSE 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 بمعنى يختار تقول الشخص CHOOSE ONE OF THESE BOOKS يعني اختار بين هذه الكتب أو أحد هذه الكتب CHOOSE TOUCH لاحظ CH بهذا الشكل TOUCH TOUCH يلمس DON'T TOUCH THIS TABLE لا تلمس هذه الطاولة TOUCH TOUCH CHOOSE TOUCH CHEST 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 بمعنى صدر مثلاً CHEST PAIN ألم في الصدر CHEST CHEST CHILD طفل CHILD TEACH TEACH يعلم I TEACH THEM أنا أعلمهم TEACH بمعنى يعلم اللاحظ CH ننفذها ننفذها CH بهذا الشكل يعني كأنه تا مع شا ثقيلة لا أقول CHOOSE TOUCH لكن ننفذها ثقيلة TOUCH إذن الحال الأولى ننفذها تا مع شا تا تا تشوز تاتش تشست تشايلد تيج الحال الثانية ننفذها كا مثل كلمة سكول سكول لاحظ سكول مدرسة سكول مدرسة سكول إيك إيك لا نقل إيش إيش إيك إذن السي إيش رفضها كا إيك ألم تث إيك ألم أسنان إيك ستمك 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 معدى لا نقل ستمش ستمتش إذن السي إيش رفضها كا ستمك كاركتا كاركتا لاحظ كا لا قل شاركتا كاركتا كاركتا إذن شخصيا سكاجول سكاجول جدول إذن سي إيش ننفذها كا سكاجول 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 إيك ستمك كاركتا سكاجول الحالة الأخيرة نفذها شه شف شف رئيس طباخين لا أقول كيف ولا أقول شف إذن شف رئيس طباخين ماشين ماشين آلة لا أقول ماشين مكين ماشين آلة برشور برشور كتيب صغير مستاش 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 شارك شف شف ساق إذن الحالة الأخيرة ننفذها ش شف ماشين برشور مستاش شف في هذا الجزء طبعا الجزء الثاني لدينا الحرفين S H كما قلنا هذا اسمه S هذا اسمه H لكن سوية يصدر منهم صوت ش ش كاش 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 نقدي شيرت شيرت قميص مثل تي شيرت إذن قميص نصف كام فرش طازج أو نقي مثل عدنا فرش فروت إذن فاكهة طازجة فرش اير إذن هو نقي لا نقول هو طازج إذن هو نقي ديش صحن نميز بين ديش بليت بليت طبق يكون بدون حواف إذن يعني ما يكون عميق مسطح لكن ديش بيكون عدنا عميق فش سمكة وسمك دعنا هي نفسها مفرد وجمع فش شاب شاب دكان أو محل إذن بشرة من أشوف اس اتش ألفظها ش كاش شات فرش ديش فش شاب إذن الكلمات سأحاول أحفظها يعني جزء الأول من الفيديو أحاول أحفظ الكلمات كتابة عيد كل كلمة عشر مرات أيضا جزء الثاني كلمات أحفظهم أيضا أكرر كل كلمة عشر مرات حد ما أبصمهم بصم لأنه مجرد ما حفظت كلمات بيصير معايا الأمور أسهل في اللغة الإنجليزية ما هذا القسم القسم الثالث والأخير من الفيديو مقارنة بين لفظ سي اتش اس اتش كما قلنا سي اتش تش يعني كانوا تا مع شا وعدنا اس اتش شا تكون خفيفة لاحظ شير تشك تشا تشير كرسي بينما نفس الكلمة لكن عدنا اس اتش شير شير بمعنى يشارك شير شير عدنا اي اي نفضها اي أيضا اي ننفضها اي شا شا شو 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 بمعنى يمضغ شو فردة حذاء احد فردتين الحذاء نسميها شو فردتين شوز شو شو شن دقن شن قصبة او عظم الساق الطويل لاحظ شن شن شا شا شيز 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 هي اختصار لي شي از يعني هي تكون نحذف الاي نضع بدل عنها فاصلة علوية نسميها باستروفي تصبح شيز بلاحظة الفرق شيز جبنة بينما شيز هي تكون شوز يختار شوز شوز حذاء بلاحظة الفرق بينها شو 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 بينما شو شو شوز شوز شيب رخيص طبعا عكسها اكسبنسف غالي شيب بينما عندنا شيب شيب غنم او خروف شيب رخيص شا شا شو شو شن شن شيز شيز شوز شوز شيب شيب شا شو شن شيز شوز شيب شا شو شن شيز شوز شيب لتحقق الفائدة المرجوة من هذا الفيديو يتوجب عليك للفائدة اولا تتعلم كيف نلفظ سي اتش اس اتش ايضا المقارنة بين سي اتش اس اتش والاصوات الثلاثة لسي اتش ثانيا ان تحفظ جميع هذه الكلمات كل ما كان عندي رصيد من الكلمات اكثر بيكون عندي استطيع ان اكتب واتحدث باللغة الانجليزية بشكل احسن وافضل لذلك من المهم تعلم هذه الاصوات اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة